والجهاد الشرعي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض النيات رجل يقاتل حمية رجل يقاتل يغنم رجل يقاتل يرى مكانه أي ذاك في سبيل الله كأنهم يقول له اختر لجابة الصحيحة فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك وكله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الأصل حتى القتال ليس لمجرد زهق أرواح الناس وإنما القتال من أجل لتكون كلمة الله هي العليا ولذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله طيب لو أرادنا أن نقاتلهم قالوا لا إله إلا الله توقف القتال وبهذا نعرف خطأ من يقول الجهاد في سبيل الله غايتنا هل الجهاد في سبيل الله غاية؟ لا هو وسيلة ما الغاية؟ غاية عبارة الله سبحانه وتعالى وما قلقتوا الجنة الإنس إلا ليعبدون فالجهاد لابد أن يكون له نية لكن لا يعني هذا أن الجهاد في سبيل الله اللي هو من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله أنه لا يشرع له الجهاد لأشياء أخرى كالدفاع عن نفس وعن العرض وعن المال هذا حتى إذا دافع عن ماله ولا عن عرضه وقتل فهو شهيد لكن الجهاد لو اطلاقت اذا اطلق الجهاد على اطلاقه يراد في القتال الكفار لكن هناك انواع من الجهاد كالتعليم كبر الوالدين كالنفق على الزوجة والاولاد وقد كتبت رسالة انواع الجهاد غير القتال وطبعت بحمد الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل عن احيوا الوالداء قال نعم قال ففيه ما فجاهد وقال الله عز لي يا ايه النبي جاهد الكفار المنافقين واغلوض عليهم طيب الجهاد الكفار كيف تجاهد المنافقين ما المنافقون ايش يا اخوان من جملة في الظاهر من جملة المسلمين والله جل وعي يقول جاهدهم قال جاهدهم بالدعوة لله بظهاري ما عندهم من زيف ما عندهم من باطل ما عندهم مما ايش يدسون بين المسلمين تظهر حقائقهم هذا ايضا جهاد طيب الذي يطارد قطاع الطريق الذي يحارب الله ورسوله يسعى في الارض فسادة وربما قتل وهو يطاردهم هذا الجهاد او ليس بالجهاد هذا الجهاد واذا قتل هو شهيد نحسبه الله حسيبه اذا الجهاد عند اطلاقه يراد في القتال المشركين لكن فيه جهاد اخر قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير به يعني بالقرآن كيف تجاهد بالقرآن يعني ان تدعو الى الله عز بهذا القرآن بترسيخ عقائده واحكامه وفضائله وما دعا اليه والتذكير به والامر المعرف والمكرف بالقرآن يعني باحكامه بما دلة علايات هذا ايضا جهاد وكل ذلك يحتاج الى نية فقال ولكن جهاد جهاد ونية